جلوس العراق مع واشنطن هو اعتراف بأن الدولتين فاشلتين في إدارة علاقتهما. الدولتين ليست واضحة المعالم مع بعض. الاتفاقية الاستراتيجية موقعة منذ زمن ومركونة على الرف. اليوم الخارجية العراقية أقدمت على تفعيلها. ولكن ظهرت أيضا المهاترات السياسية مرة أخرى. لو تركز على الاتفاقية العراقية الأمريكية. أنا أصرها جدا واضحة. أمن. يعني داعش. يعني إرهاب ماكو. وهذه كل الشعب العراقي وكل الكرة الأرضية تتفق مع الولايات المتحدة. ومع ما نوقع هذه الاتفاقية على وجوب تطبيق. طبعا ما تطبق له مهاترات سياسية من شخصيات لا يعني لها العراق شيء كثيرا. ليش؟ النقطة الثانية بالاتفاقية وهي الأهم بالنسبة لي وبالنسبة لكل العراقيين. الجانب الاقتصادي. عزيزي نحن دولة مصابة بالسرطان اقتصادي. نحن دولة سوف تفشل وسينهار عملتها مجددا. ومجددا ومجددا. نحن في حالة انفجار سكاني أربعين مليون. ومن تجهيل للثمانين مليون خلال تساطع عشر سنة. هذا الكلام طبعا يعني أمريكا. يعني الصين. يعني العالم. بالطبع أغلب الساسة العراقيين في العراق. يعني هم مشاعره. مشاعر حزبه. عيدولوجياته. مصطلحات لا معنى لها. أمن. غذاء. اقتصاد. طاقة. أنت من تقول أمريكا تريد تعاوننا بالطاقة. أمريكا تريد ننتوب عن إدمان الغاز الإيراني. اللي هو أسوأ من إدمان الكوكاين. لكن العراق مستمر. ولا يستخدم غازه الخاص. بل الغاز الإيراني. الاعتماد المطلق على إيران. هو أكيد مو مظهر سيادي. ولما أمريكا تريد تعاوننا. تريد يترجع. أو تريدنا نكون لنا سيادة. لكي نتعامل مع كل الدول بنفس الندية. والصداقة. والرفعة.